بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي هنتكلم فيه على كيفية إنشاء صفحة ويب أو موقع على الويب مع صفحة الويب بدون ما أضطر أن أدور على مكان للصدافة أتفعله مبلغ سنوي وبدون ما أبحث أيضا عن دومين الدومين ده زي مثلا مكتب يوتيوب دوت كوم مثلا بدون ما أشتري حتى دومين والحاجات دي على فكرة مكلفة يعني ممكن نتاقب في السنة اللي وإحنا جمعنا الاتنين ما يقرب من حوالي يعدوا أكتر من الميت دولار يعني عشان قام أشتري دومين وأشتري موقع للصدافة ممكن يكون بعض الأحيان أقل حتى لو خمسين دولار أعتقد أن فيه موقع الموقع ده هو ممكن يسمح لك إنك أنت تنشئ صفحة ويب أو تنشئ صفحة خاصة بيك خصوصا لو كنت يعني مش بروفيشنال مش موقع احترافي مش هتعمله للبيزنس مش هتعملت أنت عايز تحط فيه صفحاتك وتحط فيه معلومات عنك وتحعمل فيه شكل من أشكال البيزيكس بصورة سريعة الموقع بتاعنا هو مبارئ عن gethub.com gethub.com حيث نتأكد أن احنا بنكتب لغة إنجليزية gethub.com بشكل سريع الموقع زي ما احنا بنقول من جرد ما أنت بتحمل عليه بيخيارك ما من أنك أنت تعمل sign in و sign up نفترض أن أدخل لأول مرة هعمل sign up عشان خاطر يبدأ يتأكد أننا يعني الإيميل بتاعي موجود طريقة الموقع لو أنا مثلا أخدت يعني لازم يتأكد طبعا أن أنا مليش مش عام مش أكاونت سابق قبل كده من خلال أن أنا أبدأ هنا هو يعني الإجابة على بعض الأسئل بعد welcome وأهلا وكلام زي تاي بيسألك على الإيميل بتاعك interview email فأنا هفترض أن أدخلت الإيميل بتاعي طبعا لازم يتحقق أن الإيميل ده هوت لم يتم استخدامه قبل كده ومجرد بيسألك مجموعة أسئلة تانية مجرد ما بيتأكد أن الإيميل ده هوت مش مستخدم قبل كده بتلاقي أنه دي بقى لونها أخضر فبقول له continue بيقول لي طبعا الباسورد بتاعتك فبحط النفسي باسورد وأكيد يعني ممكن يقول لي عمل لها confirmation برضو بيقول لي قوة الباسورد شكلها عامل إزاي enter username هنا برضو مهم جدا أن أنت تختار username ما يكونش متداول قبل كده لأنه ده حيبقى زي ال domain بتاعك أنا ممكن أختار يعني بلقى أنا وقفت كده بيقول لي not available محمد دي طبعا أكيد لأن أنا مش أول واحد طب محمد حابش أحسن برضو not available أقول له طب محمد بيقول لي is available طبعا اللحظة أن لما كتبته كده قال لي طبعا تحت هنا بيكتب لي متاحه لأنه أنا قلت ده هيعتبر كأنه ال domain بتاعك هيبقى ده الامتداد الأساسي للموقع بتاعك وطالما أنك أنت بتستخدمه لحاجة يعني شخصية فيفضل يكون حاجة برضو بتعكس اسمك فأقوله بقى كده continue بيقول لي would you like to receive a product update أنا مش مهتم فممكن أقول له no مش عايز product update طبعا أنا أريد أن أقوم بيكتب لي إنك أنت تروح على الإيميل بتاعك وتعمل verification فأنا لقلت له verify هيبدأ طبعا قبل الإيميل طبعا أنا مجرد برضو يتأكد أن أنت مش رابط فبتقل تحرك البتاعة دي الغالي لما تصل في نفس اتجاه الإيد دي كده ومعادين تبدأ تقول له submit submit معناها إنك أنت إيه يعني يعني حطوتهم الاثنين في نفس اللي اتجاه حاجة من الشكل من أشكال confirmation يتأكد أن أنت مش رابط وكلام زي ده هو طبعا هنا بيدي يقول لي create account حد أعمل create account الموكا طبعا يعني الموضوع طبعا الأكاونت ده ما بيخدش حاجة خالص بيخدش حاجة هنا طبعا حتة verification بأنهم ما بعتهم بعتلك على الإيميل ده هو بعتلك على الإيميل ده هو كود المفروض أن أنت تحط مجرد ما أنت هتحطه يتحقق أنه نفس اللي بعتولك بيدخلك مباشرة على الموضوع طبعا أنا رحت على الإيميل بتاعي وحطيت verification أنه بقتهولي طبعا بيقول لي كم واحد بقى شغال وإنت بتشتغل إيه يعني كلها طبعا أمور يعني المعلومات بالنسبة لهم اللي أنت مهتم به هقول له والله خلاص أنا حط يعني اختيارات للحاجات اللي أنا مهتم بيها أنا يعني مهتم ليه بالموضوع طبعا هنا بدأ يدخلني بيقول لي أنه فيه اتنين بلاي في حاجة free وفي حاجة طبعا get additional benefits لو أنت معلم طبعا لو أنت معلم محتاج تتفعل الكلام ده هو باستخدام الإيميل الجامعي لو زي حالات لو أنت في الجامعة أو لو أنت طالب برضو لأنه هو ده معمول الطالبة بيضر يستفيده به في جميع الحوال خلينا نكتفي بالfree الأساسي طبعا شكل الموقع خطير جدا وبيبدأ بيعملك زي إيه dashboard لوحة أساسية موجودة طبعا أنا عايز أنشئ الموقع بتاعي بشكل سريع أول خطوة لازم تعملها هو إثنك تعمل حاجة اسمها create repository وrepresentatory اعتبره كده زي folder انت بتنشئ folder ده ببساطة يعني فانت مثلا لو انت عندك يعني folders موجود أو كده فانا هقول له create repository اعمل لي folder الفولدر ده لأن احنا ما يكونش مستغنم طبعا لأن انت ما عندكش repository آخر فأي حاجة هتكتبه هنا هيبقى نفس الموضوع فانا هعني سميه مثلا web developer طبعا web يعني هي كلمة web developers أنا ما عنديش يعني أول حاجة أو دي أنا بفتحها لبرضو دي مهمة حاول تخليها حاجة بسيطة على أساس انها يعني سميها مثلا web حاجة بسيطة لأن انت هيبقى ده اللي قلنا domain بتاعك فيكون كل ما يكون الكلام بسيط حاول تخليه ان يكون حاجة تعكس انت هيكون محتوى ايه فمثلا لو انا مهتم بفكرة ان انا هحط في اكاديميك حاجة اكاديميك حاجة اكاديمية سميه اكاديميك مثلا او اكاديميك هيبقى المجلد بتاعك برضو زي ليه لان ده هيبقى الاساس عايز تديله وصف اديله طبعا لازم يبقى public ما ينفعش يبقى private برايفت ده لازم تتفعله احنا عايزينه اكاديميك وبعدين نقول له create repository او يعني احنا اختفعنا كلمة repository المستوى ده انا كأنه ده ببساطة ما نطلق عليه ايه 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 انا انشأت كده انشأت فولدر وده شكل الموضوع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وانا اجدلتش جوه الفولدر طب جوه الفولدر انا عايز اعمل في ايه اول حاجة اكيد ان انا بقى عايز احمل في بعض المعلومات او بعض الحاجات اللي الناس لما تروح على الفولدر بتاعتي تلاقيها فانا لازم ان انا ابدأ احمل طب انا في الفولدر ده ممكن لو اولا روحت هنا وقت كده على علامة البلس بيقول لي لو عايز تعمل نوبريزاتوري لا عايز تعمل انا مش عايز اعمل حاجة انلوقتي عايز احمل احمل ملف من الملفات اللي موجودة عندي بالفعل وانا موجود في الاكاديميك واتأكد ان انا موجود في الاكاديميك اللي هو بقى الربريزاتوري اللي انا او المستوضع او المجلد حنزل تحت كده بيقول لي create new file ولا uploading an existing file نفترض انت هتحمل ايه انا ما عنديش حاجة نفترض ان انا كل اللي عندي ان انا مسلا سيرة الزاتية مثلا يعني ابسط حاجة وموجودة في ملف وورد وموجودة في ملف وورد كل اللي موجود عندك او كل اللي موجود عندي ده ممكن نبدأ به هنروح مثلا على السيرة الزاتية بتاعتش في برنامج الورد وقوم جاي محولها html وحسميها index ليش معنا كده لان اول ما بتحمل حاجة على يعني اول صفحة بتتفتح في اي يعني في اي موقع هي حاجة اسمها الموقع بيدور حاجة اسمها index فبيدور على index html عشان هي دي الصفحة الرئيسية اي زي ما انتو شايفين دي السيرة الزاتية بتاعتي مثلا دي السيرة الزاتية بتاعتي كلنا اعمله لانده ملف وورد هقول له روح كده اقول له save as هسميها بحاجة يعني قلت حغيره بدل يبقى document عايزه يبقى html وده من خلال الورد عايز يقولت له save as وتحت هنا في الورد ادور على html اهي web page html طبعا وفيه html web page وفلتر خليلها في الweb page العادية html بجرد اختاره كده هو وابدأ اديها اسم لازم زي ما قلت اسميه الملف ده نسميه index html تمام واشوف بس ان انا حفظه فين وابقى حارف انا حفظته فين فانا وانا حتى جيت هنا عملت مجلد جديد في المستندات وسميته مثلا get up عشان انا اعرف ان هو ده ده المجلد بتاعي وحطه جوا منه الملف اللي انا عملته اللي هو خاص بالسيرة الزيت طبعا الملف يعني هيبدأ يتحول هيبدأ يتحول الى صورة اقدر ان انا ابدأ ان انا استعمل المهم جدا ان انت تتأكد انك انت حطت المجلد في حتة تستطيع ان تصل اليها مرة اخرى طبعا هنا شكل الview اختلف لان هو حولني دلوقتي من شكل الview اللي هو بتاع الملف الورد العادي الى الview بتاع الويب لاحظوا هنا ويب layout ده هنا في الويب layout بس هو نفس المحتوى ما فيش اي اختلاف ما فيش اي اختلاف كل اللي هعمله بعد كده بقى ارجع تاني على الموقع بتاعنا اللي احنا على github واحمل الملف اللي احنا بنتكلم عنه ده هو اللي هو index بعد ما راجعت مرة تانية على الموقع بتاعه وعلى github وانا برضو هنا هو هرجع بقى المرة دي بقى عندي ملف ان انا عايز احمله اقول له upload file وهحاول اشوف اقول له هنا من هنا choose file طبعا يعني الموقع بيسمح لك انك انت تحمل اكتر من يعني يعني اقصى حجمية فهو index html ده هو هو ده الملف اللي انا هيبدأ يحمله ملف مواجه كبير وبعدين اقول له commit changing يعني يحفظ التغيرات ديت هيبدأ يحفظها بهذا الشكل طبعا بعد فترة بعد فترة مش قليلة ومش كتيرة ممكن انا لو رجعت مرة تانية على اللي انا عملته ده عايز احمله فين عايز احمله صفحة web كده بقى موجود عندي في المستوضع لكن انا عايز احمله اروح المرة دي على setting مهم جدا الخطوة دي ومن setting هنزل على page على page هنا وفي page اتأكد ان انا اغير كلمة non ديت الى كلمة main main معناها الحاجة الرئيسية واسايف يبقى انا من page من setting رحت على page page يا صفحات الويب وحتى بقول github page is designed to host your personal organizations or project page from github repository يعني دي بيسمح لك ان هو يستضيف لك الصفحات الخاصة بمشاريعك وخاصة بالمؤسس اللي انت تنتمي بها وحاجتك الشخصية على هذا المجلد او هذا الrepresentatory هنا لازم اقول له save بعد ما هقول له save هيبقى المفروض ان انا الصفحة دي بعد شوية بعد شوية هتبدأ في حدود وقت قليلة وانا رجعت مرة تانية وانتظرت الى ان يظهر عندي من ان اخطب عندي الصفحة الرئيسية انتظر لغاية لما تظهر لي حوالي دقائق قليلة وابدأ اعمل ريفليش لذي الصفحة واشوف انه تم تفعيل اللينك بتاعي بشكل واضح بعد اقل من دقيقتين دقيقة ونص ارجع مرة تانية للسيتنج وارح انهوت عندي البيتجز مرة تانية ابوس اصبح عندي الدومين بتاعي والموقع بتاعي اصبح جاهز بهذه الصورة هنا طبعا بيقول ده الموقع بتاعك الطبعا الناس العارفة ده محمد حسين كذا يعني الفرق الوحيد ما بين وما بين المواقع التقليدية هي فكرة انه بيضيف لك كلمة gethub.io ده مقابل انك انت ما تشتريش جمين وما تدفعش هوست لك لو انا حبيت اعمل visit للصفحة دية ممكن اعمل من هنا وممكن اقفع اللينك ده واقول open new tab عشان خرطت تظل الصفحة دي ما افتوحها عشان لو في مشكلة قدر ارجع لها تاني فمجرد بضغفين الصفحة اصبحت موجودة عندي وممكن لأي حد طبعا انه يطلع عليها واصبحت موجودة عندي على الويب نفسه يعني اصبحت موجودة عندي على صفحة الويب في الشك ان انا ممكن ارجع يعني دلوقتي واحمل صفحات اخرى واحمل يعني ملفات اخرى ممكن انها تصبح موجودة على صفحة الويب اذا كنت طبعا لو انا بقى يعني محترف اكتر فممكن في هذه الحالة ان انا استخدم موقع زي Visual Basic Studio Code وممكن بقى اكتب ملفات واعمل صفحات مختلفة حبيت اشاير معكم طبعا زي ما انا قلت ان انا ينهوت انا موجود في هذا المكان اي ملفات طبعا BGF غير BGF انا ممكن طبعا بسهولة جدا ان انا ابدأ احملها عندي في الصفحة وابدأ ان انا طبعا من خلال ان اروح على Add وقوله Upload Files لو عندي ينهوت وقوله او حتى ممكن اعمل لها Dragging لو انا عندي ملفات كتيرة فممكن والله زي مثلا لو انا رحت عندي ينهوت وشوفت كنت انا عامل مفجلات حوالين Psychological Capital كان فيه مجموعة مقالات استخدمتها و Professional Identity لو انا عملت لها Open يعني ممكن طبعا ان انا اخد المجلد كله وينزل بالمجلد نفسه لو انا مثلا رجعت هنا هو التاني كده وبدأت اشوف Psychological Capital زي ده كده وقوله يعني انه اعمل له Dragging افضل لو انا رحت ينهوت كده ورحت عند download وشوفت Psychological Capital او Psychological Capital فممكن اسحبه كده وهم جاي حطوا بهذه الطريقة هينزل لي كمجلد وده برضو انا احيانا بيبقى داخل Academic Librezzatory في folders اسمه Psychological Capital في الملفات الموجود برضو بنفس الطريقة هيحملها لي ودي في الحالات دي طبعا زي ما قلت اي حد معا اللينك او معا extension ده ممكن انه هو يشوف المقالات لا بعد ما اخلص اي حاجة لازم اقول commit changes وبعدين لما يخلص انتظر كده دقائق بسيطة عشان اقدر ان انا اشوف لو رجعت تاني بقى دلوقت على الجزء ده فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انت قررت تحمل زي ما قلت ان اي حد بيحمل معاك يعني بيحمل بيقدر يكون عنده اللينك يقدر يتحمل طمعا وده مهم جدا لما بحب نكتب من مقالات والمقالات دي عايزين نرفحها على سيرفر فهو ده سيرفر بتاعنا ومجرد اي حد ده بابليك فأي حد معاه مش برايفت وازاك يعني عشان برضو الناس تقولك اقل انا اقدر اسيب على حاجات ملفات خاصة لا ده اتبر بابليك اي حد معا اللينك او حد اعمل سيرفر حتى ممكن ان هو يوصل للحاجات دي طبعا غالبا بتبقى مقالات وين حيدور والمواقع دي حاجات دي يعني كلها بنبقى احنا جايبين هالغرض البحث العلم الاكثر ولا اقل فبالتالي زي ما نشايفين بقى اي نهوت كده انا لو اخدت اللينك كده كده ورحت عند الصفحة بتاعتي اللي هي مثلا فيها سيرة ذاتية واخدت الجزء ده واتحطته ونهوت في الصفحة حيبدأ يظهر لي كملف كملف كامل يعني بحيث ان اي شخص يقدر يطلع علي زي ما قلت ان الموقع ده ممتاز جدا بيسمح لك ان انت في المرة الوحدة تحمل 100 ملف وكل مرة تقدر تنظم عليك ملفات تنظم عليها الدنيا كلها اتمنى يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم للناس اللي سألتني وقالتلي ازاي ان انا اقدر احمل اعمل الاقي موقع يستضيف عليه الملفات بتاعت ايه الموقع ده ما انت قلت الادرس بتاع الموقع بتاعك زي ما احنا كده شفناه اهو في الجزء اللي رحنا عند البيتجز اهو محمد حباش حسين زي ما دخلت جيت هب الاكاديميك فانا لو اخدت الجزء ده كده واضفت عليه اي الجزء سيظهر عندي بهذه الطريقة لكن ده لو حد سألك فين البيتج بتاعتك ادي البيتج بتاعتك اللي هي ده فاول ما بيخدش بشوف الملف الانديكس طبعا ملف الانديكس من الملفات اللي هي صفحة الرئيسية بتاعتك شوف انت عايز تحط فيها ايه وحاول تحط عليها حاجة تكون مناسبة اتمنى يكون الفيديو برضو قفات حضراتكم دايما بقول لك في نهاية اي فيديو عجبك الفيديو عمله لاك تغير حد يستفيد بي يعمل شير في جميع الاحوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته